انقاذ الانواع الحية من مخاطر الانقراض الجماعي احد الاهداف الرئيسية التي يضعها العالم نصبعينيه خلال اعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي اوب 15 التي انطلقت في مدينة مونتريال بكندا وتستمر حتى يوم التاسع عشر من ديسمبر الجاري واشهد تنوع البيولوجي ازمة حادة في جميع انحاء العالم وفق بيان اصدرته سيكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي واكد ان مؤتمر الاطراف يهدف للتوصل الى اتفاقية عالمية تاريخية لمواجهة شبح الانقراض الجماعي للنباتات والحيوانات واشار البيان الى ان هذا الوضع المأسوي للتنوع البيولوجي في العالم دفع العديد من العلماء الى وصف التدهور في النظم البيئية الايكوليجية والانقراض الجماعي السادس في تاريخ كوكب الارضة ولكن هذه المرة لا يمكن توجيه اصابع الاتهام الى كويكب هائم او الى عصر جليدي وانما تتجه الاتهامات مباشرة الى البشر الذين يضرون بمقاومات حياتهم على كوكب الارض الاجتماع في مونتريا البالغ الاهمية عليهم ان يقرروا كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي وحتى استعادته عليهم ان يتعاملوا مع هذه الدوافع الخمسة نحن بحاجة الى تقليل او ازالة كل هذه الدوافع لتغيير حياة الكائنات الحية على سطح الارض وتأسيس مناطق محميات واضهر تقرير الصندوق العالمي للحياة البرية للعام الفين واثنين وعشرين انخفاضا كبيرا في اعداد الحيوانات الفقارية كما كشف تقرير التقييم العالمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي للعام الفين وتسعة عشر ان الكثير من الانواع الحيوانية والنباتية اصبحت مهددة بالاندثار وان نحو كائنات حية اخرى تواجه تهديدا فعليا بالانقراض من المتوقع ان تكون الاهداف الاكثر طموحا من الاهداف السابقة التي لم يتم تحقيقها في الغالب في قلب النقاش في الاجتماع لكن قضية التمويل تشكل العقبة الاساسية امام المجتمعين لان الدول النامية ستكون امام التزامات النقدية كبيرة قبل التوقيع على اي صفقة وسيكون من الصعب اثبات الضائق المالية التي تعاني منها الدول النامية والتي تحتاج الى انفاق الاموال على مسائل اكثر الهحا من الحفاظ على التنوع البيئي اشتركوا في القناة